دي شكل فشة الكهرابة اللي هنحطها في الكهرابة معمولة في سلك الداش بطريقة احترافية هنتعلم دلوقتي ازاي نعملها عشان توصل لنا كهرابة فوق في حالة الطوارئ لو جازل اشار اللي معنا عطل او البطاريات بتاعته فديت مفيش امكانية ان احنا نشحنه دي شكل الفشة اهي افجه النقطر يركب فيها سلك الداش تخلعه من الرسيفر على طول ويتركبه فيها بس قبل ما نركب القطع الدكر تحت دي نتأكد ان احنا ركبنا اختها النتاية فوق السطح فيديو دوت هيتعلم منه فنين قديش ولو انت هاوي وعندك خلفية تزبط الطبق بتاعك الفكرة دي هتينفعك وهتكون مفيدة لك جدا في توصيل الكهرابة فوق السطح الادوات المستخدمة اتنين ان تي هي اسمها كده ان تي اتنين اف كونيكتر قطعتين سلك ديش بطول 20 سنتي اتنين فيشة واحدة ذكر واحدة اونسة اتبع شرح صنع الاداة هنمسك كده قطعتين السلك وهنعري جزء في حدود اربعة سنتي زي ما احنا هنشوف دلوقتي هنقشر جزء كده من السلك حوالي اربعة سنتي وبعد ما عملنا الطرفين كده هنبتدر نركبهم في الفيشة واحدة في الزكر واحدة في الانسة وبعد ما ركبنا الفيشة بنركب الاف كونيكتر وبعد كده بنركب في الان تي زي كده عشان نركب فيها سلك ديش وبكده نكون خلصنا القطعتين القطعة اللي هتركب فوق والقطعة اللي هتركب تحت وملحوظة لازمة نتأكد ان القطعة اللي فوق اللي هي النتاية ركبناها الاول قبل ما نركب الزكر تحت علشان ما نجيش ما حط الفيشة بالغلط واحنا لسه ما شبناش السلك من العدسة فوق العدسة تاخد قرابة مئة عشرين مرة واحدة لازمة نتأكد ان احنا ركبنا الفيشة النتاية فوق الاول وعد كده بنشول سلك ديش ونركبه زي كده في القطع اللي احنا عملناها لو كده بتكون جاهزة هي كده هنجيب شريط لحم وبعد ما غطناها بشريط لحم كده فيش هتبقى جاهزة معنا ان احنا نحطها في الكهربة بس قبل ما نحطها في الكهربة نتأكد من حاجة كويس جدا نتأكد ان الفيشة اللي فوق السطح ركبناها الاول قبل اللي تحت